قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد استخدام نفوذه على كييف لإنهاء الصراع مضيفا بأنه اختار ضخ الصلاح لأوكرانيا وقال بيسكوف بأن بايدن يمكنه وضع حد للصراع بسرعة إذا أراد ذلك وذلك عبر إعطاء التعليمات لكييف الحكومة الألمانية بدورها أكدت موقفها الرافض لانخراط حلف النيتو في الصراع مع أوكرانيا وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية دعت سفير ألمانيا إلى توضيح موقف برلين بخصوص صفة ألمانيا في النزاع وأشارت زخاروفا إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية تعتبر بأن بلادها مع دول أخرى في حالة حرب مع روسيا فيما تشير برلين في الوقت نفسه لأنها ليست طرفا في النزاع مع أوكرانيا وفي سياق ذاته قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بأن الدول الغربية التي تقدم الأسلحة والمال لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا إن جرفت بالفعل لتصبح مشاركا نشطا في الصراع وقال أوربان إنه بدلا من تسليح أوكرانيا يجب على الغرب السعي إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام أريج محمد تنضم إلينا من موسكو للتعليق على كل هذه التطورات وهذه التصريحات من الكريملين وأيضا من المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخارفة تفضلي أريج نعم فضيلة طبعا موسكو تضع المواجهة التي تجري حاليا والتصعيد الذي يجري حاليا في أوكرانيا تصنفه في خانة المواجهة المباشرة الذي أقحم الغرب نفسه فيها مع روسيا في الميدان الأوكراني وهو ما تحدثت عنه المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارف عندما قالت يكفي على دول حلف شمال الأطلسية على دول النيت وأمين عام الحلف يانس تولتنبرغ طبعا النفاق كما أسمته فيما يتعلق بعدم تدخل هذه الدول ودخولها على خط النزاع بشكل مباشر في أوكرانيا وقالت يجب على الحلف أن يجد تعبيرا آخر في حال إذا لم يريد طبعا أن يتحدث عن إقحام مباشر ودخول مباشر على خط هذا الصراع عليه إيجاد تعبير مماثل أو ما يوصف الحالة الفعلية لموضعات الدول الغربية نفسها فيه فيما يتعلق بالمواجهة الدائرة على امتداد عام تقريبا والمستمرة في أوج كل هذا التصعيد الذي تحدثت عنه روسيا بالمناسبة أيضا قالت أنها أو هذه الدخول الدول الغربية على الخط بهذه القوة وبهذه الصراحة يضع ويرفع من مستوى المواجهة إلى مستوى جديد في إشارة طبعا إلى مستوى المواجهة المباشرة روسيا قلقة من إمكانية استخدام الجانب الأوكراني للأسلحة ذات الطبيعة الهجومية هذه المرة وليست الدفاعية من استخدامها بشكل صريح لاستهداف أراضي روسية بدءا بشفي جزيرة القرم والأراضي التي ضمتها روسيا من أوكرانيا وتعتبرها حاليا سيدة عليها أو تابعة لسيادتها فيما يتعلق بالتعديلات التي قامت بها على دستورها فيما يتعلق بتصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خاصة الناحية السياسية وإمكانية التسوية السياسية لهذه الأزمة التي لا ترى موسكو وفقا لآخر تصريحات مسؤوليها أي أفاق في ضرف الراهن لأن الغرب على ما يبدو حزم قراره فيما يتعلق بإمداد الجانب الأوكراني بمزيد من الأسلحة وهو ما سيطيل أمد هذا النزاع لأنه سيستدعي ردودا روسية جوابية دائما شكرا أريج محمد في موسكو